عشان كده بنقول يا جماعة في حاجة لازم ناخد بالنا بينها احنا مهم نلفت نظاركم لها ان في شعائر غفل عنها الكثيرون بيسموها شعيرة ما قبل الشعيرة حلو اول فقه ده اه اعلام يا فقون ايه الشعيرة اللي قبل الشعيرة يعني يعني حاجة لازم تتعمل قبل حاجة معانا شيء لزوم الشيء زي الودوق انت لازم عشان تصلي بتتوضى صحيح يبقى الودوق هنا شعيرة لا يقبل الله صلاة بغير طهور لازم يتوضى الاول فلو دخل واحد على الصلاة من غير ما يتوضى ولو ارى فرقع الاولى لسورة البقرة وفرقع الثانية الي امران وسجد مص ساعة وعمل كل حاجة من غير وضوء صلاته لا تقبل عشان كده بنكلم عن غير وضوء او ما ينوبه منابه او حكمه اللي هو التأمم فانما من غير تأمم ولا وضوء ودخل تصلي يبقى انت اخليت بشعيرة ما قبل الشعيرة يبقى الشعيرة الصلاة يبقى مما يترتب عليه نعم فساد الشعيرة رقم اتنين اللي هي الصلاة اللي هي الصلاة لان انت دخلت عليها من غير وضوء نعم كذلك الجهاد الجهاد اه ده امر مهم جدا صحيح وتقوم عليه الامة وجاهدوا في الله حق جهادي هو جتاباكم نعم نعم وجاهدهم به جهادا كبير نعم والجهاد نعمة من نعم الله الذين تجاهدوا فينا لنهدي أنهم صبوا لنا نعم انما هناك شعيرة قبل الجهاد يا ترى ايه الشعيرة اللي لازم نعملها اذا كنت عاوز تجاهد بجد اذا كنت عاوز تجاهد ففيه شعيرة قبل الجهاد ايه الشعيرة اللي قبل الجهاد الاعداد قال احفاتح الله عليه الله يفتح عليه واعدوا المسلمين بقى بعضهم اخلي بالشعيرة اللي قبل الشعيرة اه اخلي بالشعيرة الجهاد اه فعاوز يدخل يجاهد بدون اعداد بدون اعداد اذا ازاي هتعملها ازاي دي والقرآن قال واعدوا وشوف شوف بقى عشان عشان الواقعية مش مثالية بقى يقولك ايه واعدوا لهم قلت له ايه قال لي ما استطعتم يعني هو طلبك ما في وسعك والباقي على ربنا سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وفي الآية الأخيرة رقمتين في سورة آل عمران يا أيها الذين أمنوا تصبروا وصابروا ورابطوا وقول الله عزلين وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير يبقى في حاجة اسمها فريضة أو شعيرة هنسميها شعيرة ايه قبل الشعير شعيرة الاعداد قبل الجهاد هذا القاعدة دي شعيرة الاعداد قبل شعيرة الجهاد فالمصيبة اللي عاوزين يجاهدوا وهو مش جاهز ودي مصيبة دي حاجة مصيبة ترلتب عليها انه خسر وضيع قيمة الشعيرة وضيع الأمة معاه في فهم المغلوط اللي هو عن ترية الشعارات الله يفتع عليك طب في شعيرة اسمها شعيرة الميراث ده في شرعنا في حاجة اسمها المواريث المواريث اعده الذي قسمها هو الله عز وجل انما في شعيرة قبل الميراث ايها السادة المشاهدون يعني الايات المواريث جات في صورة النساء هتلاقوا ربنا سبحانه وتعالى ما بيجي تكلم عن توزيع التركة او الميراث اشترط حاجة قبلها ايوه ايه انا هتيجي توزق من بعد وصية الله 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 يوصي بها او داين الله يعني اذا شعيرة الوصية وشعيرة قضاء قضاء الدين نعم او سداد الدين لابد من تنفيذها لتتم شعيرة ايه مش حيتم توزيع التركة الا بعد ما سداد دين الميت وانفاذ وصيته طب دا كلام سليم ليه احنا بقى بنقفز ها على الشعيرة الثانية دون الشعيرة الاولى الميراثة ها هو هي دي الكارثة التي يفشي الوصية طب في شعيرة قبل الشعيرة في السفر للحج السفر للحج شعيرة مش الشعائر ذلك وما يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اه فانت وانت مسافر للشعيرة هناك شعيرة يالي رايح تحد لازم تعملها قبل ما تسافر للحج ايوه ايه الشعيرة اللي لازم يعملها الحج قبل ما يقرر يسافر للحج ايوه اقول ولا تقوله اه التزود التزود اه اه وتزودوا فان خيرت زاد التقوى حتى اهل التفسير يقولك ايه كان في بعض المسلمين لما بيسافروا الحج لا يتزودون فكانت من طريحة حج هتبقى عالى على الاخرين فمن تفسيرات الاية قالك تزودوا يعني اعد الزاد والراحلة وحكتك في الحج عشان ما تطلبش حاجة من حاجة يعمل كده بتقابله تقوله انت برنامجك ايه في الحاجة تقولك يا عم تتقضى في اي حتة لو عدي بال يا عم يا عم تتقضى في اي حتة وتلاقوه نايمين تحت الكباري ونايمين في الشوارع ولايمين منظر طبعا غير سليم صحيح لابد ان احقابها ماها كذا تكون الشعائر الدينية لذلك ربنا رفض هذا الاسلوب قالك لا في شعيرة لازم تعملها قبل سفرك هي ايه التزود التزود وتزودوا يبقى التزودوا ده فرض والامر اذا صدر من الاعلى الى الادنى افدى وفيد الوجوب يبقى وتزودوا فان خير الزادي التقوى فدي شعيرة قبل الشعيرة ده ده انا عايزين بس لا انا عايزة تكمل برضو معاها نا تفضل والتقوني يا اولي الالباب نعم ايش دخل والتقوني يا اولي الالباب هين ده ناس رحين يقدوا فريضة ربنا جاله اوعى تعمل زكا على ربنا اوعى تتزكا على الشرع ما تقولوش لا انا طلعت اهو جايلك اهو تحملني من اضيفك قاله لا ما تطلعش من بيتك تخط بالاسباب الا وانت عملت حتين سبت لعيالك ما يكفيهم حتى ترجع ايوا وخدت مع نفسك ما يكفيك حتى ترجع ما تعيش على حد لاني لم اوجب عليك الحج الا وانت مستطيع قال له من الاستطاعة تيسير السبيل اه ايه تيسير السبيل ده قال له ان يؤذن لك وان تكون بعلم المسئولي عن ذلك حضرتك ما ينفعش تري عند الحدود كده وتقول لي افتحول انا رح حج ينفعش ومن فعش تروح هناك تقول لهم بقى يبقى ضيف ربنا وترجعوه لا اه ترمي بلك علينا تدخل البيت من الباب اه اذا لم تجد منفذ للدخول ارجع